افتتح معالي سعيد محمد الطاير العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي مركز المستقبل لإسعاد المتعاملين الخدمة الذاتية التابعة للهيئة في موقعه الجديد في ردهة بلاد فارس ضمن مركز ابن بطوطة مول التجاري وأكد معالي سعيد محمد الطاير التزام الهيئة بترجمة الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة لتحويل حكومة دبي إلى نموذج ذكي بالكامل وترسيخ مكانة الإمارة بوصفها المدينة الرقمية الأولى عالميا وعاصمة عالمية للاقتصاد الرقمي ونوه معاليه باستخدام أحدث التقنيات الإحلالية لتسريع عجلة التحول الرقمي نحو الارتقاء بجودة حياة وسعادة جميع المعنيين وتوفير خدمات رقمية متقدمة واستباقية تتخطى توقعاتهم وتدعم الاستدامة وخفض البصمة الكربونية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر